فاينل فانتي سكستين كان تقريبا من اكتر الالعاب اللي انا كنت منتظرها في خلال الفين واتغاية عشرين. انا اتكلمت عن اسباب حماسي للعبة دي في فيديو قدمته في بداية السنة وكانت تقريبا لعبة في المركز التالت لأكتر الالعاب اللي انا منتظرها. والاسباب الانتظاري وحماسي للعبة كانت تتلخص في كذا حاجة. اولهم واهمهم كون ان المنتج المسؤول عن تطوير اللعبة هو يوشي بي. وده يعتبر مطور قدر ان هو يعمل قصة نجاح كبيرة جدا في ان هو يحول لعبة زي من اسوأ اصدارات الالعاب في التاريخ للعبة امام هو نجاحها بقى بيناطح وبيهدد عرش لعبة تعتبر التوب في التصنيف ده من الفين واربعة زي فانا يمكن ملعبتش فانال فانسي فورتين بس كان واضح قدامي من المقابلات ومن التصرحات بتاعته ان هو شخص بيبقى مهتم باللعبة اللي هو بينتجها. عاوز ان هو يعمل حاجة تستحقق وقت اللي بيلعب وتكون محترمة. ده بالاضافة طبعا لوجود مصممين زي ريوتا سيزوكي اللي اشتغل على تصميم الكمبات في ديفل ماي كراي فايف. وحاجات تانية كتير بقى من تصرحات المطورين خليتني ان انا اتحمس للعبة بشكل كافي. واقول بس احنا كده ممكن نكون طلعين على جيل جديد من آآ ستين ساعة لعب انا ممكن اقول ان تجربة اللعبة دي كانت كل ما كانت بتقدم لي حاجة مستوها اسطوري او عظيم لازم تقدم لي قدامك كذا حاجة مستوها متواضع او ضعيف قصة فاينل فانتي سكستين بترجع سلسلة الاجواء الميديفل او العصور الوسطى في عالم اسمه بالاستية العالم ده بيعاني من صراعات سياسية وعسكرية بين كذا المملكة وصراع قايم على السيطرة على مصادر للسحر او للطاقة في العالم ده هو هي عبارة عن كريستالات عملاقة مدن والممالك بتاعة اللعبة مبنية حوالين الكريستالات دي ودايما بتتسمى ماذر كريستال وفي نفس الوقت في بعض الممالك بيكون عندهم اشخاص اسمهم وبيتم التعامل مع الاشخاص دول بطرق مختلفة وبيكونوا قادرين ان هما يتحكموا في كيانات ضخمة وقوية جدا وهما اسمهم الايكونز دول زي سامنز في العاب فاينال فانتيسي اللي فاتت والدومينز دول ممكن نعتبرهم زي اسلحة رضع في ايد الممالك دي فمن البداية انا ممكن اشاور على ميزة مهمة جدا في القصة فضلت حضرة لفترة طويلة من عمر احداثها وهي تقديم عالم وصراعات سياسية مبنية بشكل حلو جدا الصراعات دي بتتعرض بشكل جاد سودوي وفيه توضيح الاثارها بشكل يعني واضح جدا من الدموية والخسائر اللي ممكن تحصل لناس ملهمش اي زنب في الصراعات دي وعلى جانب تاني بيكون بقى فيه خيانات اللي بتحصل وسط العائلات والاسر الحكمة للممالك وبناء بقى على مصالحهم الشخصية او السياسية فالواحد قدام عالم جد عالم بناءه ناضج ومتعوب عليه وكلايف راسفيلد بطل اللعبة بدون دخول في اي تفاصيل هو بيكون واحد من ضحايا الصراع ده ورحلته طول اللعبة هي رحلة انتقام وتتعرض على فترات مختلفة من عمره بداية من فترة المراهقة وكلايف على رغم من كل شيء هو كان يعتبر شخصية كويسة جدا وتقدم بشكل عجبني وبيقابل مواقف كتير بتعرف انها تتحدى دافع الانتقام اللي عنده بشكل مش متوقع ويخلي الواحد وهو بيتفرج على الاحداث دي كلها مهتم يعرف هيحصل ايه مع الوقت ويكون فيه دايما اسئلة بتتطرح والبدايات بتاعت اللعبة فعلا كانت ممتازة وخلت الواحد مشدود وحابب هيعرف الاحداث دي هتقدي لايه وكان فيه موزنة عظيمة مبين الجانب الشخصي اللي رحلة كلايف وبعض الشخصيات اللي بيساعدوه حواليه وبين الجو العام للحرب والصراع اللي بيحصل في العالم كله بس من النص التاني بقى من القصة ابتدت تحصل شوية حاجات اتبنت على تفاصيل جديدة مرتبطة بجانب اسطوري في عالم اللعبة وتدريجيا مستوى القصة والاحداث بعد لما كان مكتوب ومتقدم بشكل ما يقلش عن جيد جدا بدأ مستوى القصة يقل ومش هتردد لو هقول ان المستوى انهار في الفصول الاخيرة من احداثها خصوصا مع وجود كذا شخص مفروض ان هم بيمثلوا اعداء رئيسيين واحد منهم يعتبر مساعد للعدو الرئيسي والاكبر في اللعبة والله ما مقدمتش الشخص ده الا في مشهد واحد مدته ثواني في نص اللعبة وجات على الربع الاخير بالمحاولات ضعيفة تحاول تقنعني ان هو شخص المفروض ان انا اخاف منه وانه بقى بالمونولوجات اللي بيفضل يقولها هو شخص ليه فلسفته عن الاراضة الحرة والكلام ده ودي حاجة تدي له بقى تقلي في الاحداث وده مش حقيقي انا فعلا في لحظات كتير كنت بعد اسأل له وبقول هو بيتكلم كده ليه انا معرفش انت مين اصلا وهو ما كانش اكتر من شخص مزعج ظهر في اواخر اللعبة والعدو الرئيسي بقى اللي المفروض اللعبة بتبني اللي وجوده من نص احداثها انا بحاول فعلا بصعوبة ان انا ما اتكلمش عنه بشكل احرق حاجة بس الاحساس بالخطر اللي هو بيمثله ما كانش كافي يمكن لحظة واحدة بس ديت الانطباع ان هو شخص خبيث وبيعرف ان هو يتلعب بالناس حواليه لكن دي لحظة واحدة فاحداث مدتها تلاتين لخمسة وتلاتين ساعة واللعبة بدل ما كانت بتمط في امور ملهاش لازمة وملاش اي داعي كانت من ممكن انها تقدر تبني دور الشخص ده بشكل احسن من كده فانا للأسف مش هقدر اقول غير ان اللعبة فعلا بتأثرها بعمل زي ودي حاجة منتج اللعبة معترف بيها هما للأسف تأثروا برضو بالانحضار في المستوى اللي مرت به مواسم عمل زي ده في اواخرها وحاجة كمان انا عاوز اتكلم عنها من جانب تقديم الشخصيات بالتحديد وزي ما قلتلكم كاست الشخصيات الجانبين هنا كويس جدا مع ان في العاب فاينال فانتسي اللي انا لعبتها انا شفت تركيز وتقديم اقوى من كده على اشخاص كتير بس هنا اللعبة مع شخصيات في الممالك اللي انت بتشوفهم في احيانا كروتة غريبة مع تقديم لتفاصيل تخانيني اسأل لازمتها ايه وطبعا من التفاصيل دي اللي تسبب في منع اللعبة في الدول العربية وفعلا انا مش شايف قدامي الا شخصيات انت بتمرر من خلالهم حالة وسبق اتكلمت عنها في المناقشة بعد مراجعة لعبة وهي التوخينيزم والفكرة ان في تفاصيل تانية في الفصول الاخيرة من الاحداث بتيجي كمحاولة لاضافة ابعاد لاشخاص معينين وبسأل نفسي برضو التفاصيل دي بالتهدف لايه ماشي انا شخصيا انا بشوف ان في بعض الاعمال لما بتكون انت عاوز تعرض من خلالها حرب مش هينفع انك انت تعرض لحرب الا ما يكون فيه دم فيه ناس بيموتوا وفيه يعني عرض الاهوال الحرب دي لو هتتكلم عن ديستوبيا مش هينفع انك انت تعرض حاجة زي كده الا لما توريلي ايه اسباب الديستوبيا دي من فساد انحلال اخلاقي ومجتمع متضمر لو هتتكلم عن العيب سياسية بين ممالك وخيانات ورى السطرة لازم توريلي تفاصيل تقدر تقنعني ان انا قدام حاجة سيئة حاجة فعالة مسببة خلل في العالم ده لكن بصراحة الموضوع في تفاصيل معينة هنا في اللعبة لا اتعدى كونها لغرض الشوك فاليو او صدمة اللي بيلعب بها بشكل خيص او اللي بيتفرج واخر حاجة انا عاوز اتكلم عنها عن وسائل اللعبة في سرد القصة وعرضها واكيد كلكم عارفين ان اللعبة مليانة مشاهد سينمائية اللعبة عمرها 30 ل 35 ساعة بالتركيز على المحتوى الاساسي فقط ومنهم 20 ساعة cutscenes ودي مدة مبالغ فيها جدا جدا وشوفوا انا واحد ما عنديش اي مشكلة مع اعتماد اي لعبة على المشاهد السينمائية بكترة بس فيه شروط وهي ان المشاهد دي تكون معمولة بشكل كويس وان فيه لحظات مثلا حوارية وتكون القصة مكتوبة كاحداث وشخصيات بشكل حلو لانك انت بتطلب مني قدي 100% من اهتمامي للقصة وما هيش حاجة عابرة في التجربة غير كده ان معدل المشاهد السينمائية دي يكون في مقابل الجيم بلاي معقول مش كل شوية الكنترولر يتخطف من ايدي جانب الجيم بلاي ده هنجيله بعد شوية لكن هنا في القصة الموضوع بيتعقد لان احنا عندنا اسلوبين للمشاهد دي في اسلوب ممتاز من ناحية الاخراج والتمثيل والتصوير وفعلا فعلا متعوب عليه تقريبا جزء كبير من ميزانية اللعبة رايح للمشاهد دي وبصراحة المستوى ده بيفضل ثابت حتى مع انخفاض مستوى كتبت القصة نفسها بس زي ما قلنا انتو عارفين بتبقى مش حاجة كويسة ان الواحد يشوف كم كبير من المشاهد لقصة فيها مشاكل خصوصا ان الاسلوب التاني بقى وهو اسلوب رخيص طالع من العاب ام او عبارة عن مشاهد للشخصيات واقفين قدام بعض بيتكلموا بانفعالات متحجرة وفصلات غريبة بين بعض الجمل وما فيش مشاعر ولا حيوية في المشاهد دي وبتكون مملة بحس ان انا رجعت عشر سنين لورا بالحوارات بعد المشاهد اللي بالاسلوب الاول اللي كان مستوها خارق والطبيعة المتزبزبة للمشاهد دي ممكن نقول انها حاجة اصلا ملحوظة في باقي جوانب اللعبة بشكل عام بداية كلام عن الجيم بلاي هيكون تكملة اللي انا كنت بقوله عن موضوع مشاهد السينمائية وارجع تاني واقول ان انت لو عاوز انك انت تخلص اللعبة هنا بالتركيز على القصة فقط استعيد انك انت تلعبها لمدة تلاتين خمسة تلاتين ساعة وعشرين ساعة منهم مشاهد سينمائية وللاسف بالشكل ده اللعبة بتحط نفسها كمثال على استخدام المعيوب للسينمائية في الالعاب لان اللعبة كل شوية بتقف وتعرض مشاهد طويلة في مقابل لحظات جيم بلاي ممكن تكون قصيرة فيما عادة طبعا لحظات الباس فايتس اللي هي بتكون اطول شوية فاللعبة مليانة لحظات كتير جدا اللي هو ممكن نقول عليها انها بتخطف من ايد اللي بيلعب وما فياش حتى اصلا مثلا اختيارات في الحوارات ولو حتى بشكل يدي اللي بيلعب وهم الاختيار والمشكلة ان اللعبة خلتني اقدر حاجة انا سعب انتقضها في العاب تانية وهي لحظات الماشي الكتير اللي بتخلي المهمة تتحرك والحوارات تكون شغالة من خلالها لكن هنا اللعبة ماشي العكس اللي هو يلا نقف نتكلم وبعد كده نرجع نمشي تاني شفتلك مشهد سينمائي مدته اكتر من عشر دقايق يلا هنمشيك في طرقة فاضية مش هتعمل فيها اي حاجة عشان تروح للمشهد السينمائي اللي بعده والحالة دي واحدة من اسباب التمطيط والاقاع المضروب للقصة والجيم بلاي وطبعا في حاجات تانية من جانب تصميم المهمات الاساسية هنجالها مع الوقت عشان اتكلم عنها لكن نركن كل الكلام ده دلوقتي ونتكلم عن الشكل العام لتجربة Final Fantasy 16 ايه اللي هي عاوزة تقدمه ويمكن ده كان محل النقاش في الفترة اللي فاتت ناحية هوية اللعبة وانها بتحاول انها تخرج برا كونها لعبة RPG وتروح لانها تبقى لعبة اكشن اكتر اللي انا كنت شايفه قدامي في اللعبة انها لعبة اكشن RPG تركيبة عادي جدا انها تكون موجودة في اي لعبة وان جانب RPG يخدم جانب الاكشن والعكس وعلى الورق على الورق Final Fantasy 16 بتقدم الجانبين دول وما ينفعش ان انا اغض النظر عن جانب واقول لا اصل اللعبة مفروض موجهة لجانب معين غير التاني طب يعني هو سؤال هو مطورين ضفوا الجانبين واشتغلوا عليهم ليه فانا لو بصنا الاول لجانب الاكشن بكل امانة هو كان جيد جدا وممتع وفعلا انا شايف قدامي حاجة معمولة باتقام بالنسبة عليها اللعبة قريبة في الجانب ده من العاب الهاكن دي حاجة مش غريبة ده بوجود مصمم زي ريوتا سيزوكي لكن انا قلت قريبة مش زي العاب الهاكن لان معظم الهجمات في اللعبة دي بتاعتمد على استخدام قدرات الايكنز اللي انت بتستحوز عليها طول الوقت والقدرات ما بتكونش عبارة عن هجمات مركبة بانك انت تنفس كومبوهات من امبوتس معينة عشان انك انت تعملها لا هي هجمات بتكون جهزة لها او توقيتات عشان تشحنها وتستخدمها لكن اللعبة سمحة لوجود روح العاب الهاكنز شوية لان اللي بيلعب يقدر ان هو يستخدم الهجمات دي وورا بعض ويربطها ويعمل بيكون شكلها حلو جدا وتقدر من خلالها تبني بالضعف من قوة الضربات بتاعتك وحتى تصميم القدرات الايكنز نفسها كانت ممتازة في حيط التوفير قدرات تفيدت في الحركة بشكل مختلف او الدفاع والتبديل ما بينهم فعلا ممتع انا عدت فترة في بداية اللعبة بحاول ان انا اشوف ايه اكتر لدمج القدرات مع بعض واللعبة فيها ايكونز كتير بتاخد منهم تلاتة تحديدا وتستخدمهم في اي مواجهة وطبعا عشان افضل ان انا اعمل حاجة زي كده طول عمر اللعبة لازم يكون فيه دافع في العاب مثلا زي بيكون فيه رانكينج سيستم بيخلي موضوع مشجع على ان انا اخلص المواجهات باكتر شكل كول ممكن وبيكافئني على ادائي بالبوينتس اللي انا باخدها الرانكينج سيستم برضو في بياناتها كان اهم على تشجيع في تنوع استخدام الهجمات والكمبوس وانا ما افضلش عامل سبام لاي هجمة معايا عشان اوضل انا اخد بوينتس وتقويم احسن وطبعا الالعاب دي مع عيمة اعادتها بيكون فيه مستويات صعوبة اعلى بتخلي الواحد عاوز ان هو يحسن لعبه ويتعلم ميكانيكس مخفية او كومبوس بتقدر انها تخلي يكون مستوى احسن واها كذا وللأسف الشديد بقى فاينال فانسي سكستين مش بتوفر حاجة زي كده الا في حالة واحدة من نوع من المهمات الجانبية اسمها هانس وده هجي له بعد شوية انا مدة لعبي للعبة كلها في المجمل كانت 57 ساعة بالزبط وبعد تقريبا حاجة 20 ساعة او قرب 30 ساعة سألت نفسي سؤال انا تعب نفسي ليه اي نتيجة اللي انا باخدها لما اقعد اعمل الكمبوهات دي لكل القدرات المشهونة عندي وخلاص وهو حتى الاسمام ده بيشحن للليمت بريكس بكل سهولة وادر فعالها وقت ما حب وارجع الهيلس بتاعي برضو من الليمت بريكس اللي لقيته ان ما فيش اي فرق لان اللعبة سهلة جدا اللعبة فعلا مثل ما عادة مهمات الهانس نسبة التحدي فيها تكاد تكون معدومة والاعداء غالبياتهم زكاهم الاصطناعي ضعيف والهيلس بتاعهم يا اما بيكون قليل جدا يا اما بيكون عالي بس التصاميم هجماتهم سهل انك كانت تتفادى او تصده ببعض القدرات خصوصا قدرة البلوك بتاع التايتن اللي هي بتفكرني شوية بالرويل جارد فاللعبة مش بتدي اي دافع لان الواحد يستكش في الكمبات سيستم ده اللي انا مقدرش اقول غير ان هو اتظلم بتصميم مواجهات في غالبياتها هي سهلة بشكل مفرد وعلى جانب عناصر الار بي جي هي كلها عناصر مفروضة على الورق انها لها تأثير مباشر على الجانب القتالي لان مثلا عندنا قدرات شغالة بكول داونز انها بتتشحن وفيه بعض الايتمز اللي بتأثر على قوة القدرات دي او سرعة شحنها وفيه تأثير برضو على فكرة في الكمبات اسمها ستاجر فالموضوع بيكون متحدد من خلال ارقام للاتريبيوتز اللي بتاع لكل ليفل بشكل سابت مع ارقام تانية على الايتمز اللي انت بتلبسها واللي ما بتكونش يعني حاجة كبيرة قوي برضو برضو الايتمز خصوصا في مستوياتها العالية بتقدم اضافات بسيطة على القدرات زي مثلا فيه خاتم اسمه بيرزيركر دا بيقدر انه يضيف هجمة جديدة بتكون هجمة مضادة ممكن تعملها لو تفاديت اي ضربة في توقيت صح فعناصر الار بي جي هنا بسيطة جدا جدا مجالات التخصيص فيها متوضعة فيما عادة انك انت بتطور قدرات ايكنز معينة باسلوب سكيل تريز تقليدي جدا وبتفضل منهم تلاتة تحديدا بتستخدمهم في المواجهات وعلى اساس تفضيلك دا بتختار الايتمز اللي تناسب الايكنز دول والفكرة ان اللعبة ما فيهاش اي مجال للتوسع في تخصيص قدرات فريق معاك اللعبة يعتبر اصلا ما فيهاش بارتي سيستم وما فيش امكانية انك انت تدلهم اوامر لاستخدام قدرات معينة بشكل يفيدك وده طبعا فيما عادة ترجل اللي هو الكلب او الزئب بقى ايهما اقرب اللي بيكون معاك واللي انا مستغربه ان شخصيات مثلا زي الساد او جال او الشخصيات تانين بيكون عندهم مجموعة قدرات سابتة بشوفهم بيستخدموها لما بيكونوا في المواجهات معايا وهنا انا شايف ان فيه فرصة ضايعة ان الواحد يكون معايا بارتي سيستم ولو بشكل بسيط فانا هنا بسيط لجانب عناصر الار بي جي بجانبو دي على الورق واللي برضو فيها نفس حالة الكمبت اللي هو ايه اللي يخليني ان انا اهتم بالعناصر دي طالما الموضوع سهل وبسيط وفي المواجهات بكون قدام اكياس قطن مش خصوم بيفرضوا علي ان انا استثمر اهتمامي في العناصر اللعبة بتقدمها انا مش بطالب ان اللعبة تكون بصعوبة العاب السولز ولا تكون تعجزية المطلوب هو موازنة انك انت تخليني اقدر استثمر اهتمامي في عناصر اللعبة بشكل يضمن ان انا محسش بالملل مع الوقت او بكل بساطة تقدم لي مستوى صعوبة اعلى من بداية اللعبة وما جيش بعد قرب 60 ساعة لعب اكتشف ان مستوى الصعوبة الاعلى اللي اسمه Final Fantasy Mode بيتفتح لي وده المود اللي لما انا لعبت بخلاله شوية استغربت ان فعلا فيه تحدي شوية يمكن هو تحدي اهم على اللي انا بادئ اللعبة بنفس القدرات والاسلحة اللي انا انهيت بيها او التختيمة بس لو 50% او 30% من تنوع الهجابات تحت الخصوم وسرعة ردات فعلهم في Final Fantasy Mode ويتلاقيهم مثلا متقدمين في مستوى صعوبة اعلى شوية في بداية اللعبة كان الواحد رايح نفسه ولعب المستوى ده زي اي لعبة بتنزل في الفترة اللي فاتت لما احنا بنيجي نقول ان مستوى الصعوبة معين هو الامسل لتجربة اللعبة ودي حاجة انا شايف ان ما فاش اي احترام الوقت اللي بيلعب خصوصا انها اللعبة مش قصيرة عشان يتعامل معاها كده مع حاجات كتير ممكن تقف قدام قيمة اعادتها وبشوف ناس بيصدوا الانتقادات بان الالعاب مقدمتش كل مستوى الصعوبة بتاعتها من البداية اي نعم هو اول 3 مستوى الصعوبة المفروض يكونوا موجودين بالبداية اي لعبة بس محدش بص ان الالعاب اللي بيتم المقارنة بيها العاب قصيرة العاب عمراء لبلايس رول واحد عشر ساعات مثلا مش 30 ساعة على الاقل وتوزيع الجيم بلاي بينهم مش متوازن مع كمية الكاتسينز الموجودة انا مش هستغرب لو حصل ان فيه تحديث نزل في الفترة اللي جاية والتحديث ده قد بمستوى صعوبة جديد من بداية اللعبة واعتقد ان كينجدوم هارت سريد كانت بتعاني من نفس المشاكل وعملت نفس الحاجة بتحديث برضو يمكن كان فيه كلام سلب كتير الواحد قاله في الدقاء اللي فاتت ولكن انا عاوز احاول الموضوع على جانب ايجابي وقوي جدا في تجربة اللعبة وفعلا انا ممكن اكون متفهم انبهار بعض الناس باللعبة من خلال الجانب ده وهو الباصفايتس سواء كانوا باصفايتس مساعدين او الاساسيين بهيئتهم الطبيعية او لما هيتحولوا للايكونز انا هارض بس قدامكم فايت من الباصز اللي انا ممكن اساميهم مساعدين لان الاساسيين مستواهم اعلى منهم بكتير ومش عاوز احرق منهم اي حاجة وشوفوا اي نعم اه سهولة اللعبة حضرة في المواجهات معاهم لكن السيناريو نفسه بتاع مواجهتهم ملحمية المواجهة حاجات كتير فعلا يبان فيها النقيد عن اي حاجة تانية سلبية في اللعبة وكانت الدفع الاول اللي كان مخليني ان انا مستمر في ان انا العب اللعبة الباصز لما بيكونوا في هيئة عادية بيكون لهم حركات وهجبات متصممة بشكل حلو جدا وكونك بتوجههم بقدرات ايكونز تانية بيخلي الموضوع رهيب وكل فيس بينتقله ليه بيكون فيه حاجة مختلفة جزريا عن اللي قبلها ولما الموضوع بينتقل لمواجهات الايكونز الملحمية بقى بتاعت المواجهات بتاعلى اكتر واكتر اللعبة هنا واخدة مسلا المواجهات مع الباصز الضخام في الحجم من سلاسية جادفور الاصلية قولوا مسلا اه زي كرونوس في الجزء التالت وتدخل معاهم مواجهة مسلا زي وترفع مستوى ده اكتر واكتر وبتكون اللحظات زي دي فعلا بعد لما خلصها ببقى مبهور بيها اي نعم هي بعبها شوية حاجات زي أنا مش عارف ايه الغرض منها وبتتسمى واللي هي دايما بتدي لك وقت كتير عشان يقيمة دوس مربع او الوان وغير كده بعض الباصز بيكون الهيلس بارز بتاعتهم كبيرة شوية خصوصا في بداية اللعبة والموضوع بيكون فيه شوية تكرار بيتحسف الهجمات بتاعتهم مع مدة الفايت اللي بتطول لكن الحاجات دي فعلا بسيطة قدام مستوى الممتاز للباصز دول ولي مش هتردد لو هقول ان لو كانوا مثلا اصعب شوية خصوصا في حيط التفادي ضربتهم انا ممكن كنت اقول ان فعلا هم شبه مفهومش غلطة ايه تشال من نوم كويك تايم ايبنت وتبقى نقلات سينمائية ما بين كل فايز والتانية مش هقول لأ اه ساعتها الفايت دي في نظري ممكن فعلا فعلا تكون في الحالة دي مفهاش غلطة انا للامانة مش هقدر انسى المواجهة بتاعت ايكون زي تايتن اللي فعلا على رغم انها كافكار وميكانيكس كانت بسيطة جدا بس الجو العام الاكشن اللي بيحصل السيناريو ككل حقيقي لا فعلا فعلا اسطوري ده كان مستوى تاني كان بتقدمه اللعبة ولكن المهمات الاساسية نفسها واللي بتقدي للوصول للبوس فايت واللي بعد البوس فايت ما كانتش بنفس المستوى للواحد شافه في المواجهات دي على مدار مهمات القصة كلها دايبا كان فيه قالب بيتكرر ومتكون من كذا مرحلة وانا ما عنديش مشكلة مع وجود قالب معين بتمشي عليه المهمات بس انا عندي مشكلة مع انخفاض وتزبزب جودة المهمات دي خصوصا ان فيها حالات كتيرة جدا من التمطيط في القصة والدخول في مواضيع جانبية وممكن لو كانت اقصر شوية كانت التجربة تكون افضل بكتير فالاوالب دي ماشي على انك انت بتروح مكان بتساعد الناس اللي موجودين فيه بيدو لك حاجة بتساعد انك انت بتروح بيها للمكان او للمرحلة اللي بعدها واللي هي بتكون بقى المكان اللي فيه البوس نفسه وشوفوا انا عارف كويس جدا ان احيانا الالعاب الار بي جي وخصوصا اليابانية بتخلي الواحد بيحيد شوية عن الخط الرئيسي في كام لحظة في القصة واللحظات دي يعني لو هي معمولة حلو او لها تخديم بشكل كبير على الاحداث قدام انا ما عنديش مانا لكن هنا الموضوع متكرر وبشكل ممل انا كل ما كنت باسمع اسم واحد اسمها مارسة في اللعبة انا كنت بتجنن ان انا هروح مكان ده هناك وعارف ان انا هبقى نايم على نفسي وانا بعمل المهمات بتاعتها فالمهمات التجهيزية دي ولا كانها مهمات العاب ام او في الفترة ما بين 2005 و 2010 وغالبيتها حوارات وتروح منها لمواجهات سريعة وترجع تكمل الحوارات بالاسلوب المفوش حيوية اللي انا اتكلمت عنه معاكم في الجزئية المشاهدة السينمائية ومنها بقى بعد كده اخيرا روح للمهمة اللي في المكان بتاع الباص نفسه وبتكون المهمات بتاعت ممكن اقول الدانجين بتاع الباص مهمات ملك كزا اكتر على الاكشن وبدخول متتالي بقى في المواجهات ورا بعض والمكان اللي انت بتكون فيه بيكون مميز شوية وبتكون بقى في دانجينز اصور او اماكن اثارية قديمة وغيره والواحد بيحس ان اهو السيناريو بيختلف وبعدها بقى من روح للباص ومش محتاج ان انا اتكرر الكلامي عن مواجهات الباصز وبعد الباصز الوضع برضو كان متزبزب شوية ساعات المهمات دي تكون فيها لحظات كويسة بين الشخصيات عشان يتبني عليها خطواتهم اللي جاية في احداث القصة وطبعا هي بتكون لحظات حوارية في منطقة تعتبر زي مخبأ ولكن احيانا المهمات دي بحس ان انا بلعب مهمات جانبية تحطط وسط المهمات الاساسية عشان يمطوا عمر القصة يعني انا مش هنسى بعد الباص الاسطوري اللي هو بتاع التايتن بلاقي نفسي واحد كويست لاين جزء منه ان انا اروح السوق اشتري بندق وتوم فبعيدا عن المهمات اللي بتودي للباصز والباص فايتس نفسها اللعبة فعلا عندها مشكلة في ازاي انها تنوع المهمات وتكسر الاجواء اللي فيها شوية وتخلي الواحد بيشوف مواقف مميزة غير اللي بيشوفها في الباص فايتس يعني اقرب مثال من السلسلة مثلا وهو وهو مكانش مثالي بس انا ممكن اعدد مهمات كتير مختلفة متنوعة في احداثها والاكشن بتاعها والجوانبها القصصية عرغم انها كانت برضو لعبة لها عيوبها من تمطيط في بعض الاحيان بس اللعبة كانت بتنوع في التمطيط انا مش مصدق ان فاينال فاينتسي سكستين يعني خلتني نقول جملة زي دي المهم ان نروح بها للمهمات الجانبية في اللعبة وبصراحة مش عارف حاسة انها حالة نادرة لما بيكون في لعبة جي ار بي جي مهماتها الجانبية بتكون خارج نطاق الفيتش كويست اللي بيخليك مفصول عن الجو العام بتاع اللعبة ودور البطل في القصة انا شخصيا بشوف الفيتش كويست ليه حالتين بيكون مقبول فيهم لو في مهمة فيها قصة كويسة حوالين الطلب اللي انت رايح تنفزه او ان انا وانا رايح بنفز الطلب ده بيكون في مواقف من اقوعة شوية في الجيم بلاي الحالة التانية دي اللعبة مش بتنفزها هنا ولكن ودي لكن مهمة جدا اه في مهمات جانبية ماتفونة بشكل ظالم مع مهمات افكارها ضعيفة ومكررة الفكرة هي ان اللعبة في البداية بتدي اللي بيلعب انطباع سيء جدا عن المهمات الجانبية اللي هو من البداية كده محارب طويل عريض تلاقي نجار بيطلب منه يجيب له خشب وبينه وبين الخشب ده بتاع كم متر وواحد في مطعم يطلب منك انك انت تشتغل جرسون وتوزع اكل على الناس اللي موجودين في المطعم وهكذا بقى فاللوه الواحد يعني بيسأل هو انا محارب والمفترض ان انا شخص عندي قدرات ايكنز ولا انا مرمطون يا جماعة بقى ولا ايه بالزبط بس زي ما قلت لكم من شوية ولكن وكانت لكن مهمة جدا في مهمات جانبية هي اي نعم المطلوب تنفيذه ما بيكونش حاجة كبيرة وتعتبر قصور لفكرة مهمة جانبية لكن بتضيف للقصة بتضيف للشخصيات ولبناء العالم واللور بشكل حلو جدا واحيانا بيكون فيها لحظات حوارية مع الشخصات الجانبية بشكل جميل وهنا بتظهر مشكلة بلاحظها في ألعاب كتير ليه المهمات دي مش بتتقسم على حسب الاهمية هو اللعبة عاملة تقسمتين المهمات اللي عليها علامة زائد ودي ممكن تفيد في الجيم بلاي بتفتح لك تطوير اسلاحة او ايتمز او ساعات بيكون فيها حيات تخص القصة وفيه مهمات الجانبية اللي عليها علامة تعجب واللي جزء كبير منها زي ما قلتلكم مفيش منه اي اي ما تذكر وتضيع وقت ولكن للأسف الشديد ما تفون جوها مهمات ممكن تكون كويسة واتمنى ان اللعبة كانت تنبه اللي بيلعب ان المهمات دي ممكن تستحق وقته لكن فيه نوع ثالث من المهمات وهو مهمات الهانت عارفين ايه السبب اللي خليني ألعب اللعبة دي قرب 60 ساعة وان انا مقهور شوية من سهولة باقي محتوى اللعبة السبب هو مهمات الهانت انا فعلا استمتعت جدا بالمهمات دي لانها عبارة عن بوس فايت صغيرة والنوعين في افكارهم فيهم تحدي حلوة جدا خصوصا للفئات بتاعتهم ايه او اس تير وكانوا بيجبروني ان انا فعلا اوظف جوانب في الكمبات وانا بواجههم واروح اخلص بعض المهمات الجانبية التانية عشان اعرف اوصل لاسلحة وايتمز بتحسن من ادائي ضدهم وفضلت اطور في السيف اللي معايا لحد لما اوصلت للتاني اقوى سيف في اللعبة اللي هو راجنورك وكان فاضل لحاجات بسيطة واوصل للسيف اللي اسمه جوت الداميرونج ولا حاجة زي كده يعني لات اكون اقولت اسمه صح بس حاجة كده اسم اسكندنافي طويل فالمهم المهمات دي مثال لمحتوى حلو جدا في اللعبة ومثال لفرصة ضاعت من اللعبة لتوظيف الجيم بلايه بشكل افضل في باقي الجوانب اللي بتقدمها وطبعا من المهمات دي والوصول لها اللي بتكون في مناطق اللعبة بيوضح ان اللعبة مش عاوزة تقدم عالم مفتوح بالشكل التقليدي انما مناطق صغيرة مفصولة متصلة ببعض او ساعات مفصولة عن بعض في مناطق تانية من القرة اللي بتحصل فيها احداث اللعبة ممكن يكون التوجه ده يعني على الورق هو توجه كويس ولكن للأسف شديد اللعبة هنا نفزته بشكل ممكن يكون ضحل شوية مفوش استكشاف بقدر كبير الا لو انت قررت تلف بقى عشان تدور على مكان الباصز بتوع مهمات الهانس المظر التقني والفني للعبة زي فاينال فانسي سكستين كان فعلا ممتاز دي ممكن تكون من اكتر الالعاب المبهرة شكلا الواحد شافها من فترة طويلة هو فنيا انا عجبني الاتجاه المميز والمختلف اللي اخدوه لتصاميم الشخصيات والوحوش والاماكن اللي هو اي نعم فيه جو اساطير العصور الوسطى وتصاميم اوروبية شوية مع مناطق فيها طبع شرق اوسطي لكن فيه حاجات مميزة ومختلفة وضمان لان كل مملكة وكل منطقة في عالم اللعبة يكون لها طبع خاص بيا من اول لبس الشخصيات لتصاميم الاماكن وصعب ان الواحد في الاخر يجي يقول انها بتفكروا مثلا بلعبة او عمل مثلا خيالي تاني وتصاميم الايكونز نفسهم كان رائع اعتقد ان دي افضل تصاميم شفتها في السلسلة من ناحية تقديم شكل السامنز المعروفين فيها من زمان وفيه مناظر في اللعبة من بعيد بتكون جميلة جدا خصوصا المدن من بعيد وهي مبنية حوالين الكريستالات الضخمة في عالم اللعبة وبتشوفها انها بتطلع على خلفية المناطق اللي انت بتكون متواجد فيها وتقنيا بقى يمكن اكتر حاجة عجبتني الطريقة للعبة تتعامل بها مع الاضاقة وهم مش مستخدمين ريت ريسنج هنا بس فيه حاجة مميزة في اضاقة اللعبة وفي توزيعها خصوصا في الاماكن اللي بتكون ضعيفة فيها وبتكون طلعة مسلا من مصدر زي شعلة واحدة في المكان زي المشهد ده وتفضل بقى الشعلة دي بتتفعل مع حركة الشخصيات وخامة لبسهم والظلال بشكل ممتاز وطبعا فيه بقى المشاهد السينمائية اللي كلها من محرك اللعبة مش مشاهد بري ريندرد ودي كان مستوها التقني خارق من اول مادلز بتاعة الشخصيات اللي بتبقى مفصلة جدا لحركة وجههم اللي فيها دقة عالية ومبهرة وشوفوا انا عندي مشاكل مع كاترة المشاهد السينمائية في اللعبة هنا بس برضو ما اقدرش انكر ان فيه مجهود كبير في الانيميشنز وبرضو توزيع الاضاءة من خلال المشاهد دي وانها تظهر بشكل مميز على بشرة الشخصيات ولبسهم وهي بتعدي ما بين خصلات شعرهم خصوصا جوة الاماكن الداخلية ولما بيكون مصدر الاضاءة يكون طبيعي شمعة مثلا ولا حاجة زي كده ده كله بيكون توزيعه متقن ومبهر جدا لكن المستوى مش بيكون ثابت برضو من ناحية الانيميشنز وجودة المشاهد لان انا سبق قلتلكم ان فيه نوعين من تقديم المشاهد في القصة ونوع من النوم اقل في الجودة ومشترك مع اللي بنشوفه من مهمات الجانبية وهنا ساعتها الجودة بتقلم من ناحية الانيميشنز وساعات الخامات شوية لكن الانيميشنز بقى في الكمبت والجيم بلاي لا الموضوع فعلا لا غبار عليه الانيميشنز الهجمات وقدرات الايكنز والمؤسرات والبارتكال افاكتز اللي بتطلع من الهجمات دي وان كل البارتكال افاكتز دي بتكون مصادر اضاءة في حد ذاتها دي كانت حاجة عظيمة جدا لكن كنت اتمنى ان اداء اللعبة في وضع تفضيل الفريمات يساعد شوية للانيميشنز دي تظهر في افضل حالة ممكنة لها لان للأسف اللعبة في وضع البرفورمانس هي اداءها عبارة عن مراجيح اللعبة تقريبا نادرا لما بتوصل لستين فريم وتروح وبتيجي ما بين التلاتين ولا ربعين فريم وفريم بيسنج بتاعها بيكون مش مستقرة تماما وفي الكمبات الاداء مش ثابت اكتر ومش مساعد مع الانيميشنز السريعة ولزود ان الطينا بلى ان فيه ضقة عرض ديناماكية بتخلي جوزة الصورة تنزل بشكل ملحوظ وانا ما شفتش الفيديو بتاع الديجيتال فاوندري لحد دلوقتي بشكل كامل بس ملخصات اللي مرت عليها انلاين اللي كلام هم ان اللعبة ممكن تنزل لضقة 720B وبيتعمل لها ابسكيل بتقنية FSR1 وحتى برضو على وضع التلاتين فريم برضو في مشكلة في اللعبة هنا اعتقد ان تأثيرها يختلف من شخص للتاني وهو وجود تأثير الموشن بلور بشكل قوي جدا مع عدم وجود اي اختيار لقفله او تقليل تأثيره وانا برضو حابب اقول ان الاداء في وضع التلاتين فريم مش مستقر هو كمان اخر باص في اللعبة كان ليه ضربة بتنزل الفريمات تحت العشرين فاعتقد ان اللعبة محتاجة تضبيط اداء اكتر من كده على جانب الاصوات بقى انا بصراحة ما عنديش اي حاجة اشتكي منها الجانب ده فعلا كان ممتاز في كل حاجة قدمها الاداءة التمثيلية للشخصات انا عجبني جدا كون ان اللعبة تطورت بشكل اساسي ان اللغة الاساسية بتاعتها تكون انجليزي وتحديدا التمثيل يكون بلهجة بريطانية عشان الستنج بتعلق اللعبة اللي هو في العصور الوسطى فكل الشخصيات كانت اداءاتهم ممتازة وكلايف انا يمكن في البداية ما كنتش حابب نبرت الصوت بتاعت الشخص اللي عايش في الايموفيز بتاعته بس مع تطور القصة ومع وجود لحظات بتستدع ان هو ينفعل بكذا شكل لا هو فعلا في المحاصلة النهائية لدوره كان ممتاز لكن بصراحة اللي سرق الاضواء هو سد سد اين بدوره ممثل اسمه رالف اناسن وانا فكره من فيلم زاويتش وليدور صغير في جيم الف سرونز والراجل عليه اداء ونبرت صوت يا ساتر اعاوز اقول لكم ان في الفترة الفاتت اصلا كان ليدور في لعبة تانية وهي ديابلو فور فاتمنى ان الكاستنج دياريكترز في صناعة الالعاب يكتروا من وجود الراجل ده في الالعاب اللي جاية طبعا انا مش عاوز اظلم اي شخصية تانية في اللعبة مهما كان اهمية ادوارهم ومدتها في القصة اللعبة بس الكل فعلا عمل اداء كويس يعني ده حتى ترجل الكلب كان اداء حلوة كمان لكن الموسيقى فعلا هي اللي ما خزلتنيش اطلاقا انا ملعبتش اي لعبة ما سويش يساكن هو اللي ملحن الساوند تراك بتاعها لكن اللي انا كنت باسمعها في العروض الدعائية والتراكات الاصحابي اللي بيلعبوا فاينال فانسي فورتين كانوا بيكتروا هو ان انا اسمعها انا كنت منتظر شيء اسطوري والراجل ده ما خزلنيش اطلاقا الموسيقى في اللعبة هنا فعلا حاجة تاريخية عارفين فيه العاب بتكون محبطة بتمر عليها بتكون جوانبها على مستوى واحد من التواضع ممكن حاجة والاثنين تفلت بكونها بتبقى فوق مستوى المتواضع ده او تقل وتكون سيئة فاينال فانسي سكستين لما بتحب بتقدم جانب ايجابي في تجربتها بتكون فعلا مستوىها اسطوري بتكون فعلا عاوزة تبري اللي بيلعب تحسسه فعلا قدام حاجة صعبة تتكرر لكن لما مستوى بينزل عن الجوانب دي اللعبة بتنزل جامد بتنزل بشكل يزعل اللي هو بحس ان فيه جوانب بتعملها اوتسورس في اللعبة ومطورين تانيين هم اللي اشتغلوا عليها وحاجات تانية كتير جدا اللعبة عملتها ما كانتش في مصلحتها لا من التمطيط ولا من الاسلوب السينمائي اللي الواحد شافه والموازنة مضروبة بين الجيم بلاي والمشاهدة السينمائية ولا حتى في الجيم بلاي كان من مصلحة اللعبة تقديم التجربة بالسهولة المفرطة اللي بتقلل من قيمة جوارب معمولة بشكل حلو وتخلي التجربة مع الوقت تكون مملة وبرضو منفعش تجربة اللعبة محاولة الانسلاخ شوية عن كونها جزء من سلسلة بتقدم تجربة RPG انا عارف ان فيه بعض الناس ممكن ياخدوا الجوارب الممتازة ويكتفوا بها في مقابل اي حاجة تانية بس يعني اوكي ماشي متفهم معه شوية ومتفهم وجهة النظر دي بس الحقيقة طمس اي نوع انواع الانتقاض للعبة دي مش في مصلحة السلسلة ولا في مصلحة الصناعة ككل لان بالشكل ده فيه حاجات غلط ممكن تتطبع او ممكن يكون بعضها تتطبع خلاص للأسف وفيه جوانب تانية كتير بشوف الناس بيقولوا لا عادي دي طبيعة الجانرة كده يا جماعة دي لعبة بسبعين دولار هنا هتكلم عن نفسي بس المتقبلين دفع مبلغ زي ده في لعبة حتى ما بتحركش التصنيف بتاعها القدام البوز فايتس ان اعمل انتجية فيها خارقة بس هدفع سبعين دولار عشان هم بس واسيب باقي اللعبة فانا بصراحة مش اقول غير ان فاينال فانس سكستين عرغم ان فيها حاجات ممتازة بس فيها عيوب تقيلة بتلخص المشاكل والوضع اللي بتمر بيه على بيت صناعة الالعاب التريبل اي في الوقت الحالي اشتركوا في القناة